موسيقى وزير الداخلية النمساوي في تونس لبحث إعادة اللاجئين حاكمة النمسا السفلة تدعو المسلمين للابتعاد عن دعم الإرهاب النمسا تخصص 6 ملايين يورو لسوريا مساعدات إنسانية السوريون في مقدمة الحاصلين على الجنسية النمساوية في ثلاثة أشهر مئتي شركة في قطاع صناعة المعادن تضرب عن العمل وفيينا تفتتح أعلى زحليقة في أوروبا تفاصيل النشر على النمسا ميديا أهلا بكم وفي خبرنا الأول بدأ وزير الداخلية النمساوي كيرهارد كارنر ونظره الدنمركي كاري ديباك بيك زيارة إلى تونس تركز على مكافحة تهريب البشر وحماية الحدود وعودة اللاجئين وافتتح الوزيران مركزا لحرس الحدود التونسي بتمويل من النمسا والدنمرك وأكدت وزارة الداخلية النمساوية في بيان أكدت على أهمية التعاون لمنع المغامرات البحرية الخطيرة حيث سيكون التركيز الأساسي على حماية الحدود ومكافحة التهريب وتعزيز التعاون الشرطي والتعاون مع دول ثالثة وتعتبر الزيارة هي الأولى بين البلدين على المستوى الوزاري طالبت حاكمة ولاية النمسا السفلى يوهانا ميكل ليتنر المسلمين برفض الإرهاب ومعادات السامية داعية المساجد والمدارس للاهتمام بهذا الصدد وأعلنت ليتنر عن تضامنها مع ضحايا إسرائيل فيما انتقدت الهيئة الإسلامية في النمسا تصريحاتها معتبرة بأنها انتقادا عاما للمسلمين مؤكدة رفضها لهجوم حماس واستمرارها في الحوار وكان حزب الشعب في النمسا السفلى قد قدم مبادرة عدم التسامح لمكافحة معادات السامية بما في ذلك تأخير الحصور على الجنسية إضافة لعقوبات مالية باهضة على من يستهين بشروط الاندماج قررت الحكومة النمساوية تخصيص 6 ملايين يورو من صندوق الكوارث لتخفيف معاناة السوريون في كل من سوريا ولبنان والأردن وأوضح بيان لمزارة الخارجية أن الوضع الإنساني الصعب يعصف بسكان سوريا والمناطق المجاورة حيث أجبرت الحرب الطويلة الملايين على النزوح إلى الولدان المجاورة وباتوا يعتمدون بشكل كبير على المساعدات الإنسانية وشدد البيان على تفاقم أزمة الغذاء العالمية جراء الهجوم الروسي على أوكرانيا بالإضافة إلى تدعية الزلزال المدمر فبراير الماضي انخفض معدل منح الجنسية النمساوية في الربع الثالث من هذا العام وفقا لإحصاءات النمسا حيث تم منح 11.33 شخصا الجنسية النمساوية وكان منهم 2614 من المقيمين في الخارج بنخفاض النسبة 1.1% عن العام السابق وشهدت عمليات التجنيز داخل البلاد ارتفاعا بنسبة 3.5% مع 8419 حالة نصفهم إناث وثلثهم دون الثامنة عشر وكان حوالي 38% من المجنسين في النمسا من أربع دول رئيسية وتصدر السوريون بـ 1322 شخصا تلاهم تركيا البوسنة وأفغانستان بعد ست جلسات مفاوضات باتت بالفشل دخلت صناعة المعادن في إضراب حيث أضربت حوالي 200 شركة في معالجة المعادن هذا الأسبوع وحدد يوم الاثنين المقبل موعدا للجولة السابعة من المحادثات بين أصحاب العمل والموظفين ويعد هذا الإضراب الأول لعمال المعادن منذ العام 2018 حيث ينصب التركيز على التعويضات والتضخم مع مطالب تصل إلى 11.6% والأجور حيث تستهدف المفاوضات تضخما يبلغ 9.6% وخبرنا الأخير افتتحت أطول زحليقة في أوروبا في برج دونوت سينترون بفينا بارتفاع 165 مترا لتمنح الزوار رحلة فريدة بسرعة تصل لـ 18 كيلومتر بالساعة لمدة عشر ثواني ويمكن الانزلاق من الطابق الأوسط إلى ارتفاع 150 مترا والاستمتاع بمناظر فيينا بتكلفة 5 يورو فقط وسوف يستمر المشروع لثلاث سنوات بتكلفة 940 ألف يورو وهو جزء من جهود جذب الزوار بمناسبة الذكرى الستين لافتتاح البرج وقد صمم المنزلقة الفنان كاريس هولار والذي نفذ مشاريع مماثلة في العالم نهاية النشر أشكر لكم حسن المتابعة مزيد من التفاصيل تجدونها عبر موقع إنفوغرات كنت معكم أنا هي فألقاكم في نشرات لاحقة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر